مشاهدي الكرام اليوم أريد أن أبدأ في هذا البرنامج عن قضية حصلت وشكلت اهتمام كبير في الرأي العام من الأخوة المثقفين والأدباء والشعراء والسياسيين والأكاديميين ورجال الدين هذه القضية حول قصيدة أنا كنت قد أذعتها في برنامجي من بغداد قبل يومين ودعت أن هذه القصيدة هي إلى الإمام علي عليه السلام وقد تبين فيما بعد أن هذه القصيدة هي ليست للإمام علي عليه السلام وقد أشكل عليها الكثيرين أنا هنا أقول إلى كل المشاهدين الكرام أنه أنا اطلعت على هذه القصيدة قبل البرنامج بساعة واحدة من الأخوة اللي موجودين الآن بالقناة ودخلوها ضمن البرنامج ولم أتم التأكد منها بسبب قلة الكادر يعني إحنا الآن في قناة التغيير اللي موجودين هنانا إحنا أربع أشخاص وأيضا ضعف الأنترنيت هو الذي أحال دون التأكد منها هذا ليس تبرير لكن الخطأ قد حصل في هذا الموضوع والخطأ لم يكن مقصودا بقدر ما أنه أنا ردت أشيع روح التفاؤل والطمأنينة قد الناس كلها وأنا أشعر أنه هذا واجب وطني الآن وواجب إنساني يجب أن يمرسه لذلك أنا مددت البرنامج لمدة ساعتي فإلى جمهوري وإلى كل المتابعين والرأي العام والأخوة الذين راسلوني أو في البروبات الأخرى أنا أعلن هنا أن الخطأ لم يكن مقصودا وأسف على مثل هذه الحالة لكن دائما إحنا نقول إحنا بشر نخطأ ونصيب والخطأ مبرر بحياة الناس ماكو إنسان بنا ما يخطأ وما يحصل سهو لكن هناك فرق بين أن يكون لديك خطأ مقصود أنك تتقصد في هذا الخطأ لتستهدف هنا أو تنتقص هنا أو تشهر هنا أو تقلل من قيمة ذاك أو هذا وعندما يحصل الخطأ غير المقصود فمن الفروسية أنه إحنا نقول أنه هذا الخطأ ونصحح الخطأ وكل الذين قالوا بهذا الموضوع مشكورين على الرغم من كل الآراء التي أسمعتها أتفق مع بعضها وأختلف مع بعضها لكن أنا كل الآراء عندي محترمة لكن أريد أقول شيء من فيكم بلا خطيئة ومن فيكم لم يخطأ ذات يوم وكم واحد منكم يعني خطأ وقد اعترف بخطأ إحنا نخطأ لكن الخطأ والاستمرار على الخطأ هو جريمة أنا دائما أقولها وهذه حصلت في وكالات أنباء عالمية وفي وكالات وفي أنه أخطاء تأخذ أخبار تأخذ وتدقق هذه الأخبار فيما بعد ويتم تصحيح هذه الأخبار ليس مشكلة للخطأ ولذلك أنا مشاهدي الكرام اليوم أتحدث إليكم أنا لم أكن أعرف أن هذه القصيدة لم تكن إلى الإمام علي هذه قضية القضية الثانية أنا واحد من الذين كل شيء عجبون بعملية ممارسة النقد لأنه النقد يجب أن تكون وسيلة للإصلاح والنقد يجب أن تكون وسيلة إلى التقويم والنقد يجب أن يكون نصحح لبعضنا البعض حتى نستمر بالحياة وأرجع وقول ماكو إنسان بنا ما يغطأ أنا اتلقيت الكثير من الاتصالات وكثير من الرسائل قرأت الكثير منها والكثير منها كان مكتوب بلغة عندما تقراها تشعر بالخجل من نفسك لأن لغة بها تقويم ولغة مهذبة ولغة بها حرص عالي على أنه صح الخطأ ولكن ما يؤسفني أنه البعض عندما يمارس النقد يلزم ستشين تبيدة وريد يذبح الآخر وكأنه هي فرصة توفرت للانتقام من بعضنا البعض أعتقد هذه إحنا محتاجين أن نراجحها خصوصا إحنا الآن في زمن كل إحنا معرضين نموت وكل إحنا معرضين أن نصاب بهذا الوباء فنحتاج أخوان أن نرحم بعضنا البعض أن لا ننتقم من بعضنا البعض أنا لم أدعي ذات يوم أنه أنا كنت من جيل الملائكة بحيث أنه لا أخطأ هنا ولا أخطأ هناك وليس هذا الخطأ الذي حصل اليوم قد لا يتكرر غدا لا إحنا مو ملائكة إحنا يجب أن نخطأ وممكن أن نخطأ وممكن أن يحصل عندنا الخطأ ولكن لازم أن نتعلم من أخطانه ونراجع أخطانه ونشوف أسباب أنه إحنا ليش خطانه وأنا أعيد وأكرر أن ما حصل هو ليس مقصودا وإحنا اليوم في أزمة كل إحنا وشعبنا ومسؤولينا وعطفالنا ولسائنا وأخوتنا في أزمة ولذلك أنا أقول دائما أخوان عندما أريد أن ننتقد بعضنا خلونا نمارس سياسة أنظر حولك يعني من منكم لم يخطأ ومن منكم لم يشعر بالخطأ أنا صار هذا ولذلك أنا اليوم أمام جمهوري وأمام الرأي العام بكل شجاعة أقول أن ما حصل كان هو خطأ ولكنه خطأ غير مقصود والإمام علي شخصية تاريخية أنا ما أعتقد إنسان ينتمي إلى دين أو ينتمي إلى مذهب أو ينتمي إلى أو حتى لا ينتمي إلى دين لا يعشق هذا الرجل ولا يدرك ولا يعرف أفضال الإمام علي عليه السلام على البشرية وعلى الإنسانية كلها